هل فعلا ايفون 13 برو ماكس فيه امكانيات جديدة وثورية ولا مجرد تعديلات صغيرة عن الاصدار الفات خلينا في الفيديو ده نستعرض اهم المواصفات والامكانيات الجديدة اللي في ايفون 13 برو ماكس اللي ميزته عن ايفون 12 برو ماكس تابعوني باخر الفيديو المميزات الجديدة اللي في ايفون 13 برو ماكس او الفارق ما بينه وما بين الاصدار السابق اللي هو 12 Pro Max طبعا اول حاجة واهم حاجة هو المعالج A15 Bionic اللي توروه بشكل كبير جدا بحيث انهما يخلوا اداءه افضل وكمان استهلاكه من البطارية اقل ولكن بخلاف المعالج خلينا نتكلم عن الفروق التانية انا بعتقد ان فيه 10 فروقات اساسية اول حاجة انه النوتش اللي في الاعلى ده المكان اللي فيه الكاميرات والفيس اي دي اصغر بـ 20% من الاصدار السابق فادى مساحة اكتر للشاشة من الاطراف اللي في الاعلى التانية حاجة انه اضاءة الشاشة بتوصل لي 1200 نت ده رقم عالي جدا هو الاعلى على الاطلاق في الاسواق يدي انطباع انه الشاشة يكون اضاءتها اوضح حتى لو انت في الشمس التانية حاجة انه الشاشة اخيرا ايفون وصلت لتردد 120 ارتز ده التردد بتاع الشاشة بمعنى انه الصورة على الجهاز بتتغير 120 مرة كل ثانية بعكس الاجهزة التقليدية اللي الصورة فيها بتتغير 60 مرة كل ثانية يدي انطباع انه الحركة لو انت بتلعب جيمز او بتشوف فيديو هتكون مرنة وسموس اكتر من الطبيعي ده يودينا للخاصية الرابعة اللي هي البروموشن اللي بتغير تردد الشاشة من 10 هرتز ل120 هرتز بشكل اوتوماتيكي ايه مشكلة التردد ل120 هرتز انه بيستهلك بطارية كتير جدا بيخلي الصورة تتغير كتير جدا فبالتالي استهلاك للبطارية اكتر فده هو الهدف من الخاصية الرابعة اللي هي البروموشن انه بيخلي استهلاك بيخلي الهرتز بيتغير من 10 هرتز ل120 هرتز طبقا ليه اللي انت بتعرضه على الشاشة فلو انت بتعرض صورة سابتة او بتقرأ مقال او حاجة فبيخلي الهرتز 10 هرتز لان انت كده كده قعد تقرأ كلام سابت انما لو بتلعب جيم او بتشغل فيديو او حاجة فهو بشكل اوتوماتيكي بيزود التردد لحد 120 هرتز خامس حاجة ودي المهمة جدا انه البطارية اصبحت اطول بساعتين ونص عن الاصدار الاثناشر برو ماكس اسوها ازاي واحسبوها ازاي ما نعرفش هنعمل اختبار مطول جدا عن البطارية انا عمتا بعمل فيديو دايما لاختبار البطارية بنفسي خلينا نرجع ونجرب بنفسنا سادس حاجة التكبير البصري في الكاميرا بقى 3 اكس اوبتيكال زوم الاصدار السابق الاثناشر برو ماكس كان 2.5 اكس اوبتيكال زوم يعني من 2.5 اوبتيكال زوم ل 3 اكس اوبتيكال زوم الرقمين بصراحة كنت اتمنى يكونوا افضل من كده لان الاجهزة المنافسة وصلة ل 10 اكس اوبتيكال زوم السابق حاجة المستشار بتاع الكاميرا بقى اكبر وبالتالي النايت موت او الصور في الاضاقة الليلية في الاضاقة الخافتة بقت افضل بكتير من الاصدار اللي ابدو اتمنى حاجة الوضع الليلي بقى موجود في الكاميرات الثلاثة فبقى مش شرط ان كنت تشغل الكاميرا لسي عشان تلتقط صورة باضاقة خافتة بقى ممكن تستعمل وضع الليلي حتى في الكاميرا الالترا وايد تاسي حاجة السينيماريك موت او الوضع السيمائي او التصوير السينيمائي اللي بيخلي الكاميرا بشكل تلقائي تركز الصورة او تعمل فوكس على الجسم المهم فزي ما عرضوا في الفيديو بتقامل انه لما بتصور اوجه مختلفة لما واحد بيكون باصص للكاميرا بوجهه بيتخلي الفوكس عليه وبتخلي الخلفية ضبابية او يعني وضع البرتريك موت عشر حاجة خاصية اسمها البروريز او البروريزيليوشن في تصوير الفيديو بفور كي ب30 اطار في الثانية ولكن الخاصية دي بتصور فور كي ب30 اطار في الثانية في الاصدارات ال256 والخمسمية والوان تيرا الاصدارات الاعلى من ال128 ولكن ال128 جيجا اللي معايا ده بيصور ب1080 بيكسل فقط ليه انا مش عارف قد يكون بسبب انه المساح ال128 جيجا مش متصممة بطريقة انه يقدر يكتب عليها ويقرأ منها بشكل سريع فاللي هي خاصية الـ UFS الاصدار الـ 3.1 اللي تكلمنا عليها قبل كده وقد يكون بسبب انه مش عايزك تملى المساحة في مثلا 5 دقيق او 10 دقيق بس من الفيديو ايا كان السبب الخلاصة انه لو معاك الاصدار ال128 جيجا اللي هو اللي معايا ده فهتكون خاصية البرو ريز او البرو ريزليوشن بريزليوشن 1080 بيكسل ثم في الاصدارات اللي بمساحات اكبر هتكون بـ 4K بـ 30 اطار في الثانية دول انا بعتقد انه هم اهم 10 مميزات جديدة في ايفون 13 برو ماكس او تقدر تقول انه هم دول الفرق ما بين وما بين الاصدار السابق اللي هو ايفون 12 برو ماكس فلو عايز ترقي جهازك من 12 برو ماكس لـ 13 برو ماكس تدور في العرش دول هل فيهم حاجة تهمك مثلا عمر البطارية للاطول هيكون دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لك ولا لا تردد الشاشة او اضاءة الشاشة دور في العرش دول لو فيهم خاصية مهمة بالنسبة لك فيكون هو ده السبب انك هل يستحق الترقية من الـ 12 برو ماكس لـ 13 برو ماكس ولا لا هستنى جوابك في التعليقات ما تنساش لو عايز تدعمني تعمل مشاركة للفيديو وتعمل سبسكرايب او اشتراك في قناتي وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله